وأما المقدمة السادسة وهي قولهم إذا ثبت أن المعصومة موجود في العالم فلا يخلو إما أن يصرح بالدعوة ويدعي العصمة أو يخفيه وباطل إخفاؤه لأن ذلك واجب عليه والكتمان معصية تناقض العصمة فلا بد أن يصرح بها فهذه مقدمة فاسدة لأنه لا يبعد أن لا يصرح به لكونه محفوفا بالأعداء مستشعرا في نفسه خائفا على روحه فيخفي ذلك تقية وذلك مما اتفق على جوازه وإليه ذهبت الإمامية بأجمعهم وزعم أن الإمام حي قائم موجود والعصمة حاصلة له ولكنه يتربص تصرم دولة الباطل وانقراض شوكة الأعداء وإنما هو الآن متحصن بجلباب الخفاء حارس نفسه عن الهلاك لصيانة السر عن الإفشاء إلى أن يحضر أوانه أو ينقرض إمام الباطل وزمانه فما جواب هؤلاء الباطنية عن مذهب الإمامية وما الذي يمنع احتمال ذلك فإنهم ساعدوهم على جميع مقدماتهم إلا على هذه المقدمة وذلك لما شاهدوا من اختلال حال من وسمه هؤلاء بالعصمة وتحققوا من الأسباب المناقضة للورع والصيانة فاستحيوا من دعوى العصمة لمن يشاهدون من أحواله نقيضها فزعموا أن المعصوم مختف وأن ننتظر ظهوره في أوانه وفي هذا نقول بما عرفت الباطنية بطلان مذهب الإمامية في هذه القضية فإن عرفوها ضرورة فكيف قام الخلاف في الضروريات وإن عرفوها نظرا فما الذي أوجب صحة نظرهم دون نظر خصومهم وتسكية عقولهم دون عقولهم أي عرف ذلك بطول اللحة أو ببيض الوجوه وهلما جرا إلى عين المسلك الذي نهجوه وهذا لا محيص عنه بحال من الأحوال وأما المقدمة السابعة وهي قولهم إذا ثبت أن المعصوم لا بد أن يصرح فإن لم يكن في العالم إلا مصرح واحد كان هو ذلك المعصوم لأنه لا خصم له ولا ثاني له في الدعوة حتى يعصر التمييز فهذه فاسدة من وجهين أحدهما أنهم بماذا عرفوا أنه لا مدعي للعسمة ولا مصرح بها في أقطار العالم سوى شخص واحد فلعل في أقصى الصين أو في أطراف المغرب من يدعي شيئا من ذلك وانتفاء ذلك مما لا يعرف ضرورة ولا نظرا فإن قيل يعرف ذلك ضرورة إذ لو كان لن تشر لأن مثل هذا تتوافر الدواعي على نقله قلنا يحتمل أنه كان ولم ينتشر إلى بلادنا مع بعد المسافة لأن المدعي له ليس يتمكن من ذكره إلا مع سوسه وصاحب سره وحوله جماعة من أعدائه فيفزع من إظهار السر وإفشائه ويرى المصلحة في إخفائه أو هو مفش له ولكن المستمعين له ممنوعون عن الانتشار في البلاد وإخبار العباد به لأنهم محاصرون من جهة الأعداء مضطرون إلى ملازمة الوطن خوفا من نكاية المستولين عليهم فما الذي يبطل هذا الاحتمال وهو أمر قدر قريبا أو بعيدا فهو ممكن ليس من قبيل المحالات وأنتم تدعون القطع فيما تريدون فكيف يصف القطع مع هذا الاحتمال الوجه الثاني في إفساد هذه المقدمة هو أنكم ظننتم أنه لا يدعي العصمة في العالم سوى شخص واحد وهو خطأ فإنا بالتواتر نتسامع بمدعيين أحدهما في جيلان فإنها لا تنفك قط عن رجل يلقب نفسه بناصر الحق ويدعي لنفسه العصمة وأنه نازل منزلة الرسول ويستعبد الحمقى من سكان ذلك القطر إلى حد يقطعهم جوانب الجنة مقدرا بالمساحة ويضايق في بعضهم إلى حد لا يبيع ذراعا من الجنة إلا بمئة دينار وهم يحملون إليه ذخائر الأموال ويشترون منه مساكن في الجنة فهذا أحد الدعاة فبما عرفتم أنه مبطل وإذ قد تعدد المدعي ولا مرجح إذ لا معجزة فلا تظن أن الحماقة مقصورة عليكم وأن هذه الكلمة لا ينطق بها لسان غيركم بل التعجب من ظنكم أن هذه الحماقة مقصورة عليكم في الحال أكثر من العجب في أصل هذه الحماقة فأما المدعي الثاني فرجل في جزائر البصرة يدعي الربوبية وقد شرع دينا ورتب قرآنا ونصب رجلا يقال له علي بن كحلى وزعم أنه بمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسوله إلى الخلق وقد أحدق به طائفة من الحمقى زهاء عشرة آلاف نفس ولعله يزيد عددهم على عددكم وهو يدعي لنفسه العصمة وما فوقها فما جوابكم عن رجلا من الشاباسية يسوق هذه المقدمات إلى هذه المقدمة ثم يقول إذا لم يكن بد من معلم معصوم ولا معجزة للمعصوم وإنما يعرف بالدعوة وصاحب الباطنية لا يدعي الربوبية كيف وصاحب الشاباسية يدعي الربوبية فأتباعه أو لا فإن قلتم من يدعي الربوبية يعرف بطلان قوله ضرورة فالجواب من وجهين أحدهما أنه إنما يدعي ذلك بطريق الحلول ويزعم أن ذلك توارث في نسبهم وقد استمر ذلك في بيتهم عصرا طويلا والمدعي الآن كان جده مدعيا لذلك والحلول قد ذهب إليه طوائف كثيرة فليس بطلان مذهب الحلولية ضروريا فكيف يكون ضروريا وفيه من الخلاف المشهور ما لا يكاد يخفى حتى ما لا إلى ذلك طائفة كبيرة من محققي الصوفية وجماعة من الفلاسفة وإليه أشار الحسين بن منصور الحلاج الذي صلب ببغداد حيث كان يقول أنا الحق أنا الحق وكان يقرأ في وقت الصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإليه أشار أبو يزيد البستامي بقوله سبحاني سبحاني ما أعظم شاني وقد سمعت أنا شيخا من مشايخ الصوفية تعقد عليه الخناصر ويشار إليه بالأصابع في متانة دين وغزارة علم حكى لي عن شيخه المرموق في الدين والورع أنه قال ما تسمعه من أسماء الله الحسنة التي هي تسعة وتسعون كلها يصير وصفا للصوفي السالك بطريقه إلى الله وهو يعد من جملة السائرين إلى الله لا من زمرة الواصلين وكيف ينكر هذا وعليه مذهب النصارى في اتحاد اللهوت بناسوت عيسى عليه السلام حتى سماه بعضهم إلها وبعضهم ابن الإله وبعضهم قالوا هو نصف الإله واتفقوا على أنه لما قتل إنما قتل منه الناسوت دون اللهوت كيف وقد تخيل جماعة من الروافض ذلك في علي رضي الله عنه وزعموا أنه الإله وكان ذلك في زمانه حتى أمر بأحراقهم بالنار فلم يرجعوا وقالوا بهذا يبين صدقنا في قولنا إنه الإله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا ربها فبهذا يبين أن بطلان هذا المذهب ليس بضروري ولكنه ضرب من الحماقة ويعرف بطلانه بالنظر العقلي كما يعرف بطلان مذهبهم فإذا قد بطل قولهم لا مدعي للعسمة سوى صاحبنا بل قد ظهر من يدعي العسمة وزيادة الوجه الثاني في الجواب عن قولهم إن بطلان مذهبهم معلوما ضرورة ولا فرق بين ما يعرف بطلانه ضرورة وبين ما يعرف بطلانه مشاهدة أو تواترا وعدم العسمة في من ادعيتم عسمته معلوم بمشاهدة ما يناقض الشرع من وجوه أولها جمع الأموال وأخذ الضرائب والمواصير واستئداء الخراجات الباطلة وهو الأمر المتواتر في جميع الأقطار ثم الترفه في العيش والاستكثار من أسباب الزينة والإسراف في وجوه التجمل واستعمال الثياب الفاخرة من الإبريسم وغيرها وعدالة الشهادة فتحرم بعشر عشر ذلك فكيف العسمة؟ فإن أنكروا هذه الأحوال أنكروا ما شاهده خلق كثير من تلك الأقطار وتواتر على لسانهم إلى سائر الأمصار ولذلك لا ترى لأحد من أهل تلك البلاد اغترارا وانخداعا بهذه التلبيسات لمشاهدتهم ما يناقضها ومن وجوه حيالهم أنهم لا يبثون الدعوة إلا في بلاد نائية يحتاج المستجيب إلى قطع مسافة شاسعة لو اعترضت له ريبة فيها حتى تدفعه العوائق عن النهضة والرحلة فإنهم لو شاهدوا لن كشف لهم عوار تلك التلبيسات المزخرفة والحيال الملفقة أما المقدمة الثانية وهي قولهم إذا بان أن المدعي للعصمة مهما كان واحدا وقع الاستغناء عن الاستدلال على كونه معصوما فصاحبنا إذن هو المدعي للعصمة وحده فإذا هو الإمام المعصوم فهذه مقدمة نكذبهم فيها ولا نسلم أن صاحبهم يدعي لنفسه العصمة فإن لم نسمعه البتة ولم يتواتر إلينا من لسان من سمعه منه بل إنما سمع ذلك من أحد دعاتهم وليسوا معصومين ولا هم بالغون حد التواتر ولو أنهم بلغوا حد التواتر فلا يحصل العلم بقولهم وخبرهم لوجهين أحدهما أن المشافهين لهذه الدعوة من جهة صاحبهم قليل فإنه محتجب لا يظهر إلا للخواص ثم لا يشافه بالخطاب إلا خواص الخواص ثم لا يفشي هذه الدعوة إلا مع خاص من جملة خواص الخواص فالذين يسمعون عنه لا يبلغون عدد التواتر وإن بلغوا فكلهم إن انتشروا لم يكن في بلدة منهم إلا واحد وأكثر البلاد أيضا يخلو عن أحدهم الوجه الثاني أنهم وإن بلغوا حد التواتر فقد فقد شرط التواتر في خبرهم إذ شرط ذلك الخبر أن لا يتعلق بواقعة ينتشر التواطؤ فيها من طائفة كبيرة لمصلحة جامعة لهم كما يتعلق بالسياسات فإن أهل معسكر واحد قد يجمعهم غرض واحد فيحدثون على التطابق بشيء واحد ولا يرث ذلك العلم ورب واحد أو اثنين يخبر عن أمر فيعلم أنه لا يجمعهما غرض فيحصل له العلم وهؤلاء الدعاة لعلهم قد تواطئوا على هذا الاختراع ليتواصلوا به إلى استتباع العوام واستباحة أموالهم فيتوصلون بها إلى آمالهم وعلى الجملة فحسن الظن بصاحبهم يقتضي تكذيبهم فإنهم لو حدثوا بذلك عن مريض في دار المرضى لاعتقدنا كذبه إلا أن يعتقد الجنون في ذلك المريض إذ لا يدعي عاقل العصمة عن المحرمات وتناول المحظورات مع مشاهدة أهل العلم تناوله لها ومباشرته لها فأقل آثار العقل الحياء عن فضيحة الإجتراء ومن تحل بغير ما هو فيه وكان ذلك جليا ظاهرا لمن يتأمل فيه استدل به على اختلال عقله فإذن ليس يبين لنا صدقهم في نسبتهم هذه الدعوة إلى صاحبهم وهي مقدمتهم الأخيرة فإن قيل لو أنكر الناس في أطراف العالم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الدعاة من رسول الله وقالوا لا نصدقكم في قولكم إن محمدا يدعي الرسالة بل لا يظن بعقله ذلك ماذا كان يقال لهم قلنا بئس ما شبهتم الملائكة بالحدادين إذ لا مساوات فإنه صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا بنفسه وأشياعه مبرزا للقتال مترددا في الأقطار مظهرا للدعوة على ملأ من الناس غير محتجب ولا مستتر ثم كان يظهر المعجزات الخارقة للعادة فانتشرت دعوته لانتشار خروجه ومقاتلته وانتشار وجوده وليس الآن في صاحبكم كذلك نعم تواتر وجوده وترشحه مع آبائه للخلافة ودعواهم أنهم أولى بها من غيرهم أما دعواه ودعوا من سبق من آبائه العصمة عن المعاصي وعن الخطأ والزلل والسهو ومعرفة الحق في جميع أسرار العقليات والشرعيات فلم يظهر ذلك لنا بل لم تظهر دعواه العلم أصلا بفن من الفنون كالفقه أو الكلام أو الفلسفة على الوجه الذي يدعيه أحد العلماء في البلاد فكيف ظهرت دعواه معرفة أسرار النبوة والإطلاع على علوم الدنيا والآخرة وهذا ما تواطأ على اختراعه توصلا إلى استدراج المستجيب وخداعه هذا تمام الرد عليهم في المقدمات تفصيلا مع أن في المنهج الأول المنطوي على الرد عليهم جملة كافية ومقنعة ولم يبق إلا القول في إفساد أدلتهم المذكورة لإبطال النظر أما الدلالة الأولى وهي قولهم من صدق عقله فقد كذبه إذا صدق عقل خصمه وخصمه يصرح بتكذيبه فنقول هذا تخيير باطل من وجوه الأول المعارضة بمثال وهو أن نقول نحن صدقنا العقول في نظرياتها وأنتم صدقتموها في ضرورياتها وخصومكم من الصفستائية يكذبونكم فيها فإذا اقتضى ذلك لزوم الاعتراف بكذب العلوم الضرورية لزمنا من خلافكم الاعتراف بكذب العلوم النظرية فإن العقل إن صدق في الضروريات فما بال عقل السفستائية كذب وما الفرق بين عقلكم وعقلهم أفتقولون إن ذلك منهم حماقة وسوء مزاج قلنا وكذلك حالكم في إنكار النظريات وهو كمن ينكر الحسابيات من العلوم فإنه لا يشككنا في البراهين الحسابية وإن كان البليد لا يفهم ومنكر النظر أصلا يجحده ولكن طريقنا معه أن نورد عليه المقدمات وهي ضرورية فإذا أدركها أدرك النتيجة فكذلك خصمنا إذا كذبنا في مسألة من المسائل كإنكار ثبوت واجب الوجود عرضنا عليه مقدمات القياس الدالة عليه وقلنا أتماري في قولنا لا شك في أصل الوجود أو في قولنا إن كل موجود إما جائز وإما واجب أم في قولنا إن كان واجبا فقد ثبت واجب الوجود أم في قولنا إن كان جائزا فكل جائزا مستند إلى واجب الوجود في آخر الأمر لا محالة وإن لم يمكنه التشكك في المقدمات لم يمكنه التشكك في النتيجة وإنما يختلف الناس فيها لأن الفطرة غير كافية في تعريف الترتيب لهذه المقدمات بل لا بد من تعلمها من الأفاضل وذلك الفاضل لا بد أن يكون تعلم أكثرها أو استأثر باستنباط بعضها وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى معلم معصوم هو نبي موحى إليه من جهة الله تعالى هكذا تكون العلوم كلها فإن زعموا أنكم اعترفتم بالحاجة إلى المعلم ومن لم يعترف فهو معاند للمشاهدة فالافتقار إليه معترف به ولكنه كالافتقار إليه في علم الحساب فإنه لا يحتاج فيه إلى معصوم إذ لا تقليد فيه ولكن يحتاج إلى حاسب ينبه على طريق النظر فإذا تنبه المعلم ساوى المعلم في العلم الضروري المستفاد من المقدمات بعضها على بعض ولا شك في أن معلم الحساب أيضا يعلم أكثر مما يعلم وإن استقل باستنباط ترتيب البعض وكذا القول في معلم المعلم إلى أن ينتهي مبدأ العلم الحسابي إلى نبيا من الأنبياء مؤيد بالوحي والمعجزة ولكن بعد إفاضة الله علم الحساب فيما بين الخلق استغنى في تعلمه عن معلم معصوم فكذلك العلوم العقلية النظرية ولا فرق الاعتراض الثاني أن يقال لهم أنكرتم من خصومكم تصديق العقل في نظره واخترتم تكذيبه فبماذا تعرفون الحق وتميزون بينه وبين الباطل أبضرورة العقل ولا سبيل إلى دعواها أو بنظره فتضطرون إلى الرجوع إلى النظر فقد صدقتموه إذن بعد تكذيبه فتناقض كلامكم فإن قلتم نحن نأخذه من الإمام المعصوم قلنا وبما تعرفون صدقه فإن قلتم لأنه معصوم قلنا وبما تعرفون عصمته فإن قلتم بضرورة العقل لم يخف عليكم خزيكم وعرفتم في الباطن من أنفسكم خلاف ما أظهرتم فإن عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معجزته لم تعرف بضرورة العقل حتى أنكر رسالته طوائف بل أنكر بعثة الرسل جميع البراهم وأنكر الأكثرون من المسلمين عصمة الأنبياء واستدلوا بقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى إلى غير ذلك مما اجتمل القرآن على حكايته من أحوال الأنبياء فإذا لم تعرف عصمة صاحب المعجزة ضرورة فكيف تعرف عصمة صاحبكم ضرورة فإن قيل نحن نعرفه بالنظر ولكن النظر تعلم منه والنظر ينقسم إلى صحيح وفاسد وتمييز صحيحه عن فاسده ممتنع عن كافة الخلق إلا على الإمام الحق فهذا الميزان الموضح للفرقان بين الشبه والبرهان فقد عرفنا صحة النظر الذي استفدنا منه فاطمأنت نفوسنا إليه بتسكيته وتعليمه قلنا والنظر الذي علمكموه هل افتقرتم في فهمه إلى تأمل أم هو مدرك على البديهة فإن ادعيتم البديهة فما أشد جهلكم إذ يرجع حاصله إلى أن معرفة عصمته عرفت بالبديهة وهو كذب صريح وإن افتقرتم إلى التأمل فذلك التأمل يعرف بالعقل أم لا ولا بد أن يقال إنه بالعقل فنقول والعقل إذا قضى عند التأمل بقضية فهو صادق أم لا فإن قالوا لا فلم صدقوه وإن قالوا نعم هو صادق فقد أبطلوا أصل مذهبهم وهو قولهم إن العقول لا سبيل إلى تصديقها فإن قيل الإمام يعرف من بواطن أسرار الله أمورا إذا ذكرها حصل للمتعلم عند سماعها علم بديهي ضروري بصدقه ويستغن به عن تدقيق النظر والتأمل فنقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرف ذلك أم لا فإن قلتم لا فقد فضلتم الخليفة على الأصل وإن قلتم نعم فلما أخفاها وهل لا أظهرها وأفشاها حتى كانت العقول تضطر على البديهة إلى ذكرها وكانت تتسارع إلى التصديق له في دعاويه ولما ترك طوائف الخلق مضطربين في مغاصات الشبه متعثرين في أذيال الضلالات مجاهدين بأموالهم وأنفسهم في نصرة الخيالات الباطلة كيف وأنتم إذا تعلمتم من إمامكم ذلك وقدرتم على ذكره حتى يعرف بالبديهة صدقه فتلك الدقيقة لماذا أخفيت ولأي يوم أجلت وكتمان الدين من أكبر الكبائر ثم كيف انقسم المستمعون فنون ضلالكم إلى قائل المستمع وراد ومنخدع ومنتبه وهل لا أسلك الكل في ربقة التصديق والإنقياد وعلى الجملة فدعوى مثل هذا الكلام لا تدل إلى على الوقاحة وقلة الحياء وإلا فنحن بالضرورة نعلم أنكم على البديهة لم تدركوا صدق إمامكم وعصمته ولكنكم ربما تضطرون في تمشية التلبيس إلى خلع جلباب الحياء وكذلك يفعل الله بذوي الضلال والأهواء فنعوذ بالله من سقطة الأغبياء فما هذه الكذبة الصادرة منكم قولة تقال أو عثرة تقال أو خدعة يسبق إليها الجهال فضلا عن أفاضل الرجال الاعتراض الثالث وهو أن نقول للمسترشد مثلا إذا شك في صحة النظر واستدل بالاختلاف المجمل ينبغي أن تعين المسألة التي تشك فيها فإن المسائل منقسمة إلى ما لا يمكن أن يعلم بنظر العقل وإلى ما يمكن أن يعلم علما ظنيا وإلى ما يعلم علما يقينيا ولا معنى لقبول السؤال المجمل بل لابد من تعيين المسألة التي فيها الإشكال حتى يكشف الغطاء عنها وينبه السائل على أن المخالف فيها جهل وجه ترتيب المقدمات المنتجة له ونحن لا ندعي الآن المعرفة إلا في مسألتين إحداهما وجود الصانع الواجب الوجود المستغنى عن الصانع والمدبر والثانية صدق الرسول ويكفينا في باقي المسائل أن نتلقاها تقليدا من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا القدر الذي لابد منه في الدين وباقي العلوم لا يتعين تحصيلها بل الخلق مستغنون عنها وإن كان ذلك ممكنا كالعلوم الحسابية والطبية والنجومية والفلسفية وهاتان المسألتان نعرفهما يقينا أما ثبوت واجب الوجود فبالمقدمات التي عرفناها وأما صدق الرسول فبمقدمات تماثلها ومن أحاط بها لم يشك فيها وعلم غلط المخالف فيها كما يعلم غلط المحاسب في الحساب وخصومنا أيضا مضطرون إلى معرفة هاتين المسألتين بالنظر وإلا فقول النبي لا يغني فيهما فكيف يغني فيهما قول المعصوم فإن قيل معرفة صفات الله ومعرفة الشرائع ومعرفة الحشر والنشر كل ذلك لا بد منه فمن أين يعرف قلنا يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم المؤيد بالمعجزة ونصدقه فيما يخبر عنه كما تقلدون أنتم صاحبكم الذي لا عصمة له ولا معجزة فإن قيل وبما تفهمون كلامه قلنا بما نفهم به كلامكم هذا في أسئلتكم وتفهمون كلامنا في أجوبتنا وهو معرفة اللغة وموضوع الألفاظ كما تفهمون أنتم من المعصوم عندكم فإن قيل ففي كلام الرسول وفي القرآن المشكلات والمجملات كحروف أوائل السور والمتشابه كأمر القيامة فمن يطلعكم على تأويله والعقل لا يدل عليه قلنا للألفاظ الشرعية ثلاثة أقسام ألفاظ صريحة لا يتطرق إليها الاحتمال فلا حاجة فيها إلى معلم بل نفهمها كما تفهمون أنتم كلام المعلم المعصوم إذ لو اقتصر صريح كلام الشارع إلى معلم ومؤول لاقتصر صريح كلام المعلم المعصوم إلى مؤول ومعلم آخر ولا تسلسل إلى غير نهاية الثاني ألفاظ مجملة ومتشابهة كحروف أوائل السور فمعانيها لا يمكن أن تدرك بالعقل إذ اللغات تعرف بالإصطلاح ولم يسبق إصطلاح من الخلق على حروف التهجي وإن الإفلام راء وحاميم عين سين قاف عبارة عن ماذا فالمعصوم أيضا لا يفهمه وإنما يفهم ذلك من الله تعالى إذ بيّن المراد به على لسان رسوله فيفهم ذلك سماعا وذلك لا يخلو إما أن لم يذكره الرسول لأنه لا حاجة إلى معرفته ولم يكلف الخلق به فالمعصوم شريك في أنه لا يعرفه إذ لم يسمعه من الرسول وإن عرفه وذكره فقد ذكر ما بالخلق مندوحة عن معرفته فإنهم لن يكلفوه وإذا ذكره الرسول فقد اشترك في معرفته من بلغه الخبر متواطرا كان أو أحادا وفيه عن ابن عباس وجماعة من المفسرين النقل فإن كان متواطرا أفاد علما وإلا أفاد ظنا والظن فيه كاف بل لا حاجة إلى معرفته فإنه لا تكليف فيه وأما وقت القيامة فلم يذكره الله تعالى ولا ذكره رسوله عليه السلام وإنما يجب التصديق بأصل القيامة ولا يجب معرفة وقتها بل مصلحة الخلق في إخفائها عنهم ولذلك طوى منهم فالمعصوم من أين عرف ذلك الكلام ولم يذكره الله ولا رسوله ولا مجال لضرورة العقل ولا لنظره في تعيين الوقت ثم لنقدر أنه عرف ذلك وزعم أنه صلى الله عليه وسلم ذكره سرا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكره كل إمام معسوسه فأي فائدة للخلق فيه وهو سر لا يجوز أن يذكر إلا مع الأئمة فإن ذكره معصومكم وأفشى هذا السر الذي أمر الله تعالى بكتمانه إذ قال تعالى أكاد أخفيها كان معاندا لله ورسوله وإن كان لا يفشيه فكيف يتعلم منه ما لا يجوز تعليمه فدل على أن الأمور العقلية محتاجة إلى تعليم ولكن المعلم إن كان ينبه على طريق النظر فيه فلا يشترط عصمته وإن كان يقلد من غير دليل فلابد أن تعرف بالمعجزة عصمته وهو النبي وناهيك به معلما فلا حاجة إلى غيره القسم الثالث الألفاظ التي ليست مجملة ولا صريحة ولكنها ظاهرة فإنها تثير ظنا ويكتفى بالظن في ذلك القبيل والفن وسواء كان ذلك في الفقهيات وأمور الآخرة أو صفات الله فليس يجب على الخلق إلا أن يعتقد التوحيد والألفاظ فيه صريحة وأن يعتقد أنه قادر عليم سميع بصير ليس كمثله شيء وكل ذلك اجتمل القرآن عليه وهو مصرح به أما النظر في كيفية هذه الصفات وحقيقتها وأنها تساوي قدرتنا وعلمنا وبصرنا أم لا فقوله ليس كمثله شيء دال على نفي المماثلة لسائر الموجودات وهذا قد اكتفى من الخلق به فلا حاجة بهم إلى معصوم نعم الناظر فيه والمستدل عليه بالأدلة العقلية قد يتوصل إلى اليقين في بعض ما ينظر فيه وإلى الظن في بعضه ويختلف ذلك باختلاف الذكاء والفطنة واختلاف العوائق والبواعث ومساعدة التوفيق في النظر والعارف يذوق اليقين وإذا تيقن لم يتمار فيه ولم يشككه قصور غيره عن الدرك وربما تضعف نفسه ويشككه خلاف غيره وكل ذلك لا مضرة له لأنه ليس مأمورا به والمعصوم لا يغني عنه شيئا لو تابعه فإن محظى التقليد لا يكفيه وإن ذكر وجه الدليل فذلك لا يختلف صدوره عن معصوم أو غيره كما سبق وأما الدلالة الثانية وهي قولهم إذا جاءكم مسترشد متحير وسألكم عن العلوم الدينية أفتحيلونه على عقله ليستقل بالنظر وهو عاجز أو تأمرونه باتباعكم في مذهبكم وينازعكم المعتزلي والفلسفي وكذا سائر الفرق فبماذا يتميز مذهب عن مذهب وفرقة عن فرقة فالجواب من وجهين الأول هو أن نقول لكم لو جاءكم متحير في أصل وجود الصانع وصدق الأنبياء انقلب عليكم هذا الإشكال فماذا تقولون إن ذكرتم دليلا عقليا لم نثق بنظره وإن رددتموه إلى عقله فكمثل فعساكم تشفون غليله بالحوالة على المعصوم فما أبرد هذا الشفاء فإنه يقول قدروني قد جئت مسترشدا في زمان محمد بن عبد الله ومعه معجزته فمعصومكم قلب العصى ثعبانا أو أحيا الموتى أو أبرأ الأكمه والأبرص وأنا أشاهده فلا يبين لي صدقه بضرورة العقل ولا أثق بالنظر وكم من أصناف الخلائق شاهدوا ذلك وأنكروه فحمله بعضهم على السحر والمخرق وبعضهم على غيره فلعلكم تشبعون غصته بأن تقول له قلد الإمام المعصوم ولا تسأل عن السبب فيقول ولم لا أقلد المخالفين لكم في إنكار النبوة والعصمة وهل بينهما فرق من طول لحية أو بياض وجه إلى غير ذلك مما هذوا به وهذا قلب لو اجتمع أولهم مع آخرهم على الخلاص منه دون الأمر بالتفكر والنظر في الدليل لم يجدوا إليه سبيلا الجواب الثاني وهو التحقيق هو أن نقول للمسترشد ماذا تطلب فإن كنت تطلب العلوم كلها فما أشد فضولك وأعظم خطبك وأطول أملك فاشتغل من العلوم بما يهمك وإن قال أريد ما يهمني قلنا ولا مهم إلا معرفة الله ورسوله وهذا معنى قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله فهتان مسألتان يسهل علينا تعليمك إياها وعند ذلك نذكر له المقدمات الضرورية التي ذكرناها في إثبات واجب الوجود ثم مثلها في دلالة المعجزة على صدق الرسول فإن زعم أن خلاف المخالفين هو الذي يشككني في هذه المعرفة أفأتبعكم أو أتبع مخالفيكم فنقول له لا تتبعنا ولا تتبع مخالفين فإن تعلم طريق التقليد مباح والتقليد في النتيجة غير موثوق بها فشكك في أي مقدمة من مقدماتنا أفي قولنا إن أصل الوجود معترف به فإن كان كذلك فعلاجك في دار المرضى فإن هذا من سوء المزاج فإن من شك في أصل الوجود فلا شك أولا في وجود نفسه وإن قلت لا أشك في هذا بخلاف الصفستائية قلنا قد تيقنت مقدمة واحدة فهل تشك في الثانية وهي قولنا إن كان هذا الوجود واجبا فقد ثبت واجب الوجود فنقول هذا أيضا ضروري قلنا هل تشك في قولنا إن كان جائزا فلا يتخصص أحد طرفي الجواز من الطرف المماثل له إلا بمخصص فهذه أيضا مقدمة ضرورية عند من يدرك معنى اللفظ وإن كان فيه توقف فالتوقف في درك مراد المتكلم من لفظه فإن قال نعم لا شك فيه قلنا فذلك المخصص المفتقر إليه إن كان جائزا فالقول في ذلك لا كالقول فيه فيفتقر إلى مخصص غير جائز وهو المراد بواجب الوجود فبماذا تتشكك فإن قال قد بقي لي شك عرف به بلادته وسوء فهمه وقطع الطمع عن رجده وليس هذا بأول بليد لا يدرك الحقائق فنخليه وهو كمن يطلب علم الحساب فذكرنا له الغوامضة من مقدمات الحساب من الشكل القطاع الذي هو في آخر كتاب إقليدس فلم يفهمه لبلادته بل في الشكل الأول الذي مضمونه إقامة البراهين على مثلث متساوي الأضلاع فلم يدركه عرفنا أن مزاجه ليس يحتمل هذا العلم الدقيق فليس كل خلقه يحتمل العلوم بل الصناعات والحرف فهذا لا يدل على فساد هذا الأصل فإن قال المسترشد لست أشك في هذه المقدمات ولا في النتيجة ولكن لما يخالفكم من يخالفكم قلنا لجهله ترتيب هذه المقدمات أو لعناده أو لبلادته وينكشف الغطاء بأن نشافها واحدا منهم يميل إلى الإنصاف ونراجعه في هذه المقدمات حتى يتبين لك أنه بين أن يفهم ويصف ويعترف أو لا يفهم لبلادته أو يمنعه التعصب والتقليد عن حسن الإصغاء إليه فلا يدركه وعند ذلك يطلع على خطائه وكذلك يصنع به في كل مسألة وينظر فيه إلى ما تحتمله حاله ويقبله ذكاؤه وفطنته ولا يحمله ما لا يطيقه بل ربما يقنعه بما يورث له اعتقادا في الحق مصمما فإن أكثر عوام الخلق قنع منهم الشرع بذلك ولا يكشف له عن وجه البراهين فربما لا يفهمها وأما الدلالة الثالثة وهي قولهم الوحدة دليل الحق والكثرة دليل الباطل ومذهب التعليم تلزمه الوحدة ومذهبكم تلزمه الكثرة إذ لا تزال الفرقة المخالفة للتعليم يكثر اختلافهم ولا تزال الفرقة القابلة للتعليم يتحد طريقهم فالجواب من وجوه أحدها المعارضة والآخر الإبطال والثالث التحقيق أما المعارضة فتقول والصائرون إلى الافتقار إلى معلم معصوم اختلفوا في ذلك المعصوم فقالت الإمامية إنه ليس بظاهر وليس يعرف عينه ولكن أخفى نفسه تقية وقال آخرون ليس موجودا ولكنه منتظر الوجود وسيوجد إذ احتملت زمان إظهار الحق ولو كان يحتمل الزمان إظهاره لوجد فإنه لا فائدة من كونه موجودا مع تعذر الإظهار للتقية وقال آخرون في بعض الخلفاء الذين مضوا لسبيلهم إنهم أحياء وسيظهرون في أوانه واختلفوا في تعيينه حتى اعتقد فريق أن الملقب بالحاكم هو حي بعد وقال آخرون ذلك في غيره إلى نوع من الخبط طويل فإن قيل هؤلاء جماعة من الحمق غير معدودين في زمرتنا فإذا ضممتموهم إلينا وجمعت بيننا وبينهم تطرقت الكثرة إلينا فلما تجمعون إلينا من يخالفنا كما يخالفكم بل الإنصاف أن تنظر إلينا وحدنا ونحن لا تختلف كلمتنا أصلا قلنا ونحن أيضا إذا اعتبرنا وحدنا فنحن لا نخالف أنفسنا وقد يرد هذا الاعتراض لا محالة من يعتقد مذهبا في جميع المسائل لا يخالف نفسه ومع جماعة من الخلق يوافقونه في معتقده في الجميع فإذا اعتبرتموه مع فرقته ولم تجمع إليهم من يخالفهم فبالحماقة والبلادة وقصور النظر الفيت كلمتهم متحدة فلا يدل على أن الحق فيهم فإن قلتم وبما عرفتم حماقة مخالفيكم انقلب ذلك عليكم من مخالفتكم القائلين بوجوب التعليم من المعصوم وإن زعمتم أن القائلين بأن النظر صحيح فرقة واحدة وإن اختلفوا في تفاصيل المذهب قلنا والقائلون بأن الإمام المعصوم لا بد منه فرقة واحدة وإن اختلفوا في التفصيل وهذا لا محيص عنه أبدا الدهر الجواب الثاني وهو أن نقول قولكم الوحدة أمارة الحق والكثرة أمارة الباطل باطل في الطرفين فرب واحد باطل ورب كثير لا ينفك عن الحق فإن إذا قلنا العالم حادث أو قديم فالحادث واحد والقديم واحد وقد اشتركنا في لزوم الوحدة وانقسمنا في الحق والباطل وإن قلنا الخمسة والخمسة عشر أم لا فقولنا لا نفي واحد كقولنا عشر إثبات واحد ثم اختلفا فكان أحدهما حقا والآخر باطلا فإن قلتم إن قولكم عشر لا يمكنكم أن تقسم وتفصل إلا بواحد وقولكم لا يفصل بالتسعة والسبعة وسائر الأعداد ففيه الكثرة قلنا ولزوم الكثرة في مثل هذا التفصيل لا يدل على البطلان فإن إذا عمدنا إلى جسمين متقاربين قلنا إنهما متساويان أم لا فقولنا متساويان واحد وهو باطل ولا يمكن أن يفصل إلا بواحد وقولنا لا إذا قلنا متفاوتان حق وهو واحد ويقبل التفصيل بما ينقسم إلى الحق والباطل إذ يقال هذا الجسم مفاوت لذلك الجسم أي هو أكبر منه أو يفسر بأنه أصغر والحق أحدهما والباطل يقابله في كونه واحدا وفي مشاركته في الاندراج تحت لفظ واحد هو حق يدل على أن ما ذكروه تلبيس الجواب الثالث عن قولهم إن الكثرة أمارة الباطل فمذهبنا واحد لا كثرة فيه وإنما الكثرة في الأشخاص الذين اجتمعوا على مسألة ثم افترقوا في مسائل فلمقابل هذا بكثرة في جواب المسألة وهو في قولنا كم الخمسة والخمسة بل ورأيه من المذهب أن يفتي في مسألة واحدة بفتاوى كثيرة متناقضة فعند ذلك يقال الكثرة دليل الباطل ولسنا نفتي في كل مسألة إلا بواحد فإننا نقول الله واحد ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وهو صادق ومؤيد بالمعجزة فهذه فتوى واحدة فلتكن حقا وإن كان باطلا فهو موافق لمذهبهم وقولنا إن نظر العقل طريق يوصل إلى درك ما لا يدرك اضطرارا مذهب واحد لا كثرة فيه فليكن حقا كما أن قولنا العلوم الحسابية علوم صادقة قول واحد وكان حقا ولا يتعجب من إبعادهم في التلبيس إذ أخذوا لفظة الكثرة وهي لفظة مضافة مشتركة تارة يراد بها الكثرة في الأجوبة عن مسألة واحدة كالجواب عن الخمسة والخمسة والسبعة والستة وغيرها وتارة تطلق ويراد كثرة الأشخاص المتفقين في مذهب والمختلفين فيه فرأوا مفارقة الباطل للكثرة المضافة إلى عدد الأجوبة في مسألة واحدة فاستدلوا به على بطلان قول واحد في مسألة واحدة اجتمع عليها جماعة كثيرة اختلفت كلمتهم في مسائل سوى تلك المشكلة ولكن هذا وإن كان تلبيسا بعيدا على المحصل فمقصود وضعه التلبيس على العوام وذلك مما يتوقع رواجه فالحيلة على العوام في استدراجهم ليست ممتنعة على جماعة من الحمق قد ادعوا الربوبية فكيف تتعسر عن غيرها وأما قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهو من هذا الطراز في التلبيس فإن المراد به تناقض الكلمات في المتكلم الواحد إذا تناقض كلامه فسد ونحن لم يتناقض كلام الواحد منا في مسألة بل اجتمع طائفة على مسألة وهي إثبات النظر كما اجتمع طائفة على التعليم وإثباته ثم اختلفوا في مسائل أخر فأين هذا من اختلاف الكلام الواحد فإن قيل المتعلمون إذا أجمعوا على التعليم وعلى معلم واحد وأصغوا بأجمعهم إليه لم يكن بينهم خلاف وإن كانوا ألف ألف قلنا والناظرون إذا أجمعوا على النظر في الدليل وعلى تعيين دليلا واحدا في كل مسألة ووقفوا عليها لم يتصور بينهم خلاف فإن قلتم فكم من ناظر في ذلك الدليل بعينه قد خالف قلنا وكم من مصغ إلى معلمكم وقد خالف فإن قلتم لأنه لم يصدقه في كونه معصوما قلنا ولأن الناظر لم يعرف وجه دلالة الدليل فإن قلتم ربما يعرف وجه الدلالة ثم ينكر قلنا هذا لا يتصور إلا عنادا كما يعتقد واحد كون الإمام المعصوم حقا ثم يخالفه فلا يكون ذلك إلا عن عناد ولا فرق بين المسلكين وأما الدلالة الرابعة وهي قولهم إن كان لا يدرك الناظر المساواة بينه وبين خصمه في الاعتقاد فلما يدرك المساواة بين حالته وكم من مسألة اعتقدها نظرا ثم تغير اعتقاده فيما يعرف أن الثاني ليس كالأول قلنا يعرف ذلك معرفة ضرورية لا يتمارى فيها وهذا معتقدكم أيضا في مثالين ولا كلام أقوى من القلب والمعارضة في مثل هذه المقالات فإن عادتهم مد يد الاعتصام إلى إشكالات لا تختص بمذهب فريق فيحيرون عقول العوام به ويخيلون أنه من خاصة مذهب مخالفيهم والعامي المسكين متى يتنبه لانقلاب ذلك عليه في مذهبه فنقول هذا القائل اعتقد مذهب التعليم وابطال النظر تقليدا سماعا من أبويه أو سمع من الأبوين مذهبا ثم تنبه بعد ذلك لبطلانه فإن قال اعتقدته سماعا من الأبوين قلنا وأولاد النصارى واليهود والمجوس وأولاد مخالفيكم في مسألة النظر وقع نشوءهم على خلاف معتقدكم فبماذا تفرقون به بين أنفسكم وبينهم أبطول اللحة أو سواد الوجوه أم بسبب غيره والتقليد شامل وإن قلتم لا بل اعتقدنا مذهبكم ثم تركنا التقليد وتنبهنا لصحة مذهب التعليم قلنا تنبهتم لبطلان مذهبنا على البديهة أو بنظر العقل فإن كان على البديهة فكيف خفي عليكم البديهي في أول أمركم وعلى آبائكم وعلينا ونحن العقلاء وقد طبقنا وجه الأرض ذات الطول والعرض وإن عرفتم ذلك بنظركم فلما وثقتم بالنظر ولعل حالكم اللاحقة كالحال السابقة فما الفارق وإن قلتم عرفنا عن المعلم قلنا إن كان تقليدا فما الفرق بين التقليد للأخير والتقليد للأول وبين تقليدكم وتقليد طوائف المخالفين من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وإن فهمتم بالنظر فما الفرق بينكم وبين سائر النظار وهذا مما لا وجوب عنه إلا أن يقال بالضرورة ندرك التفرقة بين ما علم يقينا لا يمكن فيه الخطأ وبين ما يمكن فهكذا جوابنا المثل الثاني إن من غلط في مسألة حسابية ثم تنبه لها هل يتصور أن يزول شكه بعد التنبيه نجيب يعلم أنه ليس مخطئا وأن الخطأ غير جائز عليه وإنما كان الخطأ فيما تقدم لمقدمة شذت عنه فإن قلتم لا فقد أنكرتم المشاهدة وإن قلتم نعم فبماذا تدرك التفرقة إلا بالضرورة وقد انقلب الإشكال بعينه وكيف تنكر ذلك وقد رأيت من يدعي الذكاء والفطنة في علم الحساب حكم بأن التيامن في القبلة واجب ببلد نسابور وأنه لابد من الميل عن محرابها المتفق عليه إلى اليمين واستدل عليه بمقدمة مسلمة وهي أن الشمس تقف وسط السماء على سمت الرأس بمكة في أطول النهار وقت الزوال ثم قال ترى الشمس في أطول النهار وقت الزوال بنيسابور مائلة قليلا إلى اليمين المستقبل في محرابها فيعلم أنه على سمت الرأس الواقف بمكة وأن مكة مائلة إلى اليمين فتابعه على ذلك جماعة من الحساب واعتقد أن ذلك هو الواجب بحكم هذا الدليل حتى تنبه على محل الغلط فيه وإحلالهم بمقدمة أخرى وهي أن ذلك إنما يلزمه لو كان وقت الزوال بنيسابور هو وقت الزوال بمكة وليس كذلك بل يقع بعد ساعة وتكون الشمس قد أخذت إلى صوب المغرب في جانب اليمن عرضا فيرى وقت الزوال مائلا عن قبلة نسابور لأنه ليس وقت الزوال والغروب في جميع المواضع متفقا ويعرف ذلك باختلاف ارتفاع القطبين وانخفاضهما بل باستتارهما وانكشافهما في البقاع المختلفة فهذا الغلط وأمثاله في الحساب أفيدل ذلك على أن النظر في الحساب ليس طريقا موصلا إلى معرفة الحق أو يتشكك المتنبه بعدها فيقول لعله شذت عني مقدمة أخرى وأنا غافل عنها كما في الأول هذا لو فتح بابه فهو السفسطة المحضة ويدعو ذلك إلى بطلان العلوم والاعتقادات كلها فكيف يبقى معه وجوب التعلم ومعرفة العسمة ومعرفة إبطال النظر وأما الدلالة الخامسة وهي قولهم إن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال الناجي من الفرق واحدة وهم أهل السنة والجماعة ثم قال ما أنا الآن عليه وأصحابي فهذا من عجيب الاستدلالات فإنهم أنكروا النظر في الأدلة العقلية لاحتمال الخطأ فيه وأخذوا يتمسكون بأخبار الآحاد والزيادات الشاذة فيها فأصل الخبر من قبيل الآحاد وهذه الزيادة شاذة فهو ظن على ظن ثم هو لفظ محتمل من وجوه التأويل ما لا حصر له فإن ما كان عليه هو وأصحابه إن اشترط جميعه في الأقوال والأفعال والحركات والصناعات كان محالا وإن أخذ بعضه فذلك البعض من يعينه ويقدره وكيف يدرك ضبطه وهل يتصور ذلك إلا بظن ضعيف وربما لا يرتضى مثله في الفقهيات مع خفة أمرها فكيف يستدل على القطعيات بمثلها على أن نقول هم كانوا على اتباع نبي مؤيد بالمعجزة فلستم إذن من الفرقة الناجية فإنكم اتبعتم من ليس هو نبيا ولا مؤيدا بمعجزة فسيقولون ليس تجب مساواته من كل وجه قلنا فنحن على مساواتهم من كل وجه فإن نأمر باتباع الكتاب والسنة والاجتهاد عند العجز عن التمسك بهما كما أمر معاذا به وكما استمر عليه الصحابة بعد وفاته من المشاورة والاجتهاد في الأمور فالحديث قاض لنا بالنجاة ولكم بالهلاك فإنكم انحرفتم عن اتباع النبي المعصوم إلى غيره فإن قيل ومعاني الكتاب والسنة كيف تفهمونها قلنا قد بينا أنها ثلاثة أقسام صريحة وظاهرة ومجملة وبينا أن معرفة لها كمعرفة سائر الصحابة وكمعرفة من تدعون له العسمة من غير فرق فإن قيل وأنتم تدعون إلى نظر العقل وما كان هذا من دأب الصحابة قلنا هيهات فإنا ندعو إلى الاتباع وإلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله فمن صدق بذلك سبقا إليه من غير منازعة ومجادلة قنعنا منه كما يقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم به من أجلاف العرب والناس على ثلاثة أقسام قسم هم العوام المقلدون نشئ على اعتقاد الحق سماعا من آبائهم فهم مقرون عليه بصحة إسلامهم الثاني الكفار الذين نشئ على ضد الحق سماعا عن آبائهم وتقليدا فهم مدعوون عندنا إلى تقليد النبي المعصوم المؤيد بالمعجزة واتباع سنته وكتابه وأنتم تدعونه إلى معصومكم فليت شعري أينا أشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن يدعو إلى النبي المؤيد بالمعجزة أم من يدعو إلى من يدعي العصمة بشهوته من غير معجزة القسم الثالث من فارق حيز المقلدين وعرف أن في التقليد خطر الخطأ فصار لا يقنع به فنحن ندعوه إلى النظر في خلق السماوات والأرض ليعرف به الصانع وإلى التفكر في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف به صدقه وأنتم تدعونه إلى تقليد المعصوم وتكذبون نظر العقل وتزخرفونه فليت شعري أي الدعوتين أوفقوا لدعوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى قالوا للمسترشد المتشكك إياك ونظر العقل وتأمله فإن فيه خطر الخطأ ولذلك اختلف الناظرون بل عليك أن تقلد ما تسمعه منا من غير بصيرة وتأمل هذا لو صدر من مجنون لضحك منه ولقيل له لما نقلدك ولا نقلد من يكذبك فإذا طوى بصاط الدليل المفرق بطريقة النظر بينك وبين خصمك ولم يمكن درك التفرقة بالضرورة فبما تبيز عن مخالفك المكذب فليت شعري من فتح باب النظر الذي يسوق إلى معرفة الحق متبعا فيه ما اجتمل عليه القرآن من الحث على التدبر والتفكر في الآيات وفي القرآن وعجز الخلق عن الإتيان بمثله واستدلاله به هو أقرب إلى موافقة الصحابة وأهل السنة والجماعة أو من يؤيس الخلق عن النظر في الأدلة بالتكذيب حتى لا يبقى للدين عصام يتمسك به إلا الدعاوى المتعارضة وهل هذا إلا صنع من يريد أن يطفئ نور الله ويغطي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد طريقه المفضي إليه فإن قيل فتراكم تميلون تارة إلى الاتباع وتارة إلى النظر قلت هكذا تعتقده ولكنه في حق شخصين فالذين سعدوا بالولادة بين المسلمين فأخذوا الحق تقليدا مستغنون عن النظر وكذا الكفار إذا تيسر لهم تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليدا كما كان يتيسر لأجلاف العرب والذي يتشكك ويعرف غرر التقليد فلا بد له من معرفة صدقنا في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم بعد هذا قدر على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يعرف التوحيد والنبوة إلا بالنظر في دليله الذي دل عليه الصحابة ودعا الرسول الخلق به فإنه ما دعاهم بالتحكم المحض والقهر المجرد بل بكشف سبول الأدلة فهذا صورة القول مع كل متشكك وإلا فليبرز الباطني معتقده في حقه وأنه كيف ينجو عن شكه إذا حسم عليه باب التأمل والنظر فهذا حل هذه الشبهات وهي أرك عند المحصل من أن يفتقر في حلها إلى كل هذا الإطناب ولكن اغترار بعض الخلق به وظهور التلبيس في هذا الزمان يتقاض هذا الكشف والإيضاح والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل والرجد والإرشاد بمنه ولطفه ترجمة نانسي قنقر